حلقة النهاردة من الحلقات المميزة جدا جدا وانا مش بقول كده علشان احمسك للفيديو وحمسك للمحتوى ولكن حلقة النهاردة فعلا من الحلقات اللي هتساعدك بشكل كبير جدا جدا انك تبني بيزنس اولاين ليك وتقدر تحصل من خلاله على ارباح يومية مش شهرية بشكل كويس جدا جدا تقدر ان انت تكمل وتتخذ المجال ده هو بالنسبالك او العمل بدوام كامل هنتكلم النهاردة عن طريقة واستراتيجية وفكرة جديدة تشتغل فيها باستخدام الموبايل لو عايز يعني ممكن كده لو ما عندكش جهاز كمبيوتر باستخدام الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك او ركنه جنب منك عليه تطبيق معين هنشتغل به اساس الفكرة اصلا نبني على الموقع او التطبيق ده تقدر تشتغل من غير ما يكون معاك راسمان نهائيا يعني مش مطلوب منك تدفع فلوس حتى ولو واحد دولار يا سيدي مش مطلوب منك تدفع اي حاجة خالص تمام هتشتغل في وقت فراغك يعني ممكن تكون موظف في شركة خلاص او طالب في جامعة وعندك وقت فراغ ما بين المواصلات او انت قاعد في البيت مسلا بالليل كده وانت قاعد قاعدة انس يا سيدي ممكن تمسك الموبايل بتاعك وتعمل شغل عالي باستخدام الطريقة او الاستراتيجية بتاعتها النهاردة يعني ساعة واحدة بس في اليوم ان شاء الله تقدر تبني بيها البيزنس اللي انا جاي اتكلمك على النهاردة انا قاصد ان انا احمسك ومدكش الزتونة من اول الفيديو علشان افلتر اللي داخلي يشوف الفيديو ويتعلم بشكل حقيقي واللي داخل عايز حاجة والسلام خلاص فبعد اذنك لو انت حد فعلا مهتم بالمحتوى وقادر ان انت تشتغل وتدي نفسك الوقت الكافي عشان توصل لي الارباح المحترمة خلاص ما تنسناش بدعمك باللايك والشار والكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس لان تقريبا ستين في المية من اللي بيشوف المحتوى مش مشتركين في القناة ان شاء الله بعد ما تتبع الكلام اللي انا جاي ولولك النهاردة وتشتغل على الاقل شهر واحد على الاستراتيجية دي هتوصل لارباح من عشرة لخمسين دولار في اليوم الواحد والكلام ده ما هوش كلام مني زي ما انا قلت لك في المقدمة ولكن ده حاجة انت هتشوفها بعينك وتتأكد منها قبل ما تشتغل وهتقتنع بيها كمان خلاص واخر حاجة هتطلبها منك قبل ما ادخل على الشرح العملي انك تنزل تحت في الكومنتات وتقول لي شفت الفيديو ده فين شفته في المقترحة ولا جاي لك اشعار بيه ولا شفته على الفيسبوك ولا شفته في الصفحة الرئيسية لليوتيوب يا ريت يا ريت يا ريت لان الموضوع ده مهم جدا جدا بالنسبالي نبدأ على بركة الله يلا بينا مدام انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي يبقى انت موجودة على منصة اليوتيوب وبتشوفه اما من على المتصفح او الديسكتوب او حتى من على الموبايل اللي موجود معاك بالتالي انت اتعرضت بشكل كبير جدا جدا لنوعية فيديوهات معينة اليوتيوب بدأ يركز عليها الا وهي اليوتيوب شورت او الفيديوهات القصيرة الخاصة باليوتيوب والكلام ده ما هواش على يوتيوب بس لا ده حتى شركة فيسبوك حاليا بدأت تضمن الريلز الخاصة بالانستجرام تمام على الفيسبوك وتخلي الاتنين تقريبا واحد وبدأ ان انت تعمل الريلز على الفيسبوك وتعمل على الانستجرام اللي اتنين تقريبا مندمجين عندك كمان هنا اليوتيوب وعلى ما اعتقد على ما اعتقد تويتر كمان شغالة في الموضوع ده وعندك التيك توك اللي هي الفكرة الاساسية فالاغلبية العظمة من البابلشر او المنشئين المحتوى اللي هدفهم سواء كان نشر محتوى او حتى ربح بدأ يتجهوا للموضوع ده لانه سهل جدا جدا وميه صعب ان انت تتشتغل عليه وكمان ارباحه محترم ومشاهدته بالملايين تخيل معانك هتعمل فيديو فيديوهين مدته تسع ثواني او عشر ثواني هتعملها في عشر دقايق يا سيدي بالكتير جدا جدا تقدر تجيب عليه عشر تلاف ميت الف مشاهدة متين الف مشاعات مليون مشاهدة من غير ما تتعب زي ما احنا بنتعب كده في المحتوى اللي بنقدمه في الفيديوهات الكاملة على يوتيوب والكلام ده انت هتشوفه بعنيك دلوقتي خلاص فانت كده خلاص عرفت انا بتكلم عليه ده بتكلم على انشاء خلاص لي اليوتيوب او الفيسبوك والانستجرام او فيديوهات ليه التيك توك باستخدام اداة واحدة بس او موقع واحد بس وفكرة بنيتش معتبر معتبر او محترم جدا جدا زي ما تنطبق بقى زي ما شايفينه قدام منكم كده خلني بس قبل ما اكمل الفيديو لو صلت لحد دقيقة دي من غير ما تعمل اللايك بتمنى بتمنى انك تعمل اللايك وتكمل معي الفيديو للنهاية لان اللايك ده بيشجع او يعني بيدل كده للخوارزميات بتاعة يوتيوب ان المحتوى ده كويس رشحه للناس التانية المهم لقد دخلنا كده على اليوتيوب وكتبنا وبعد كده الهاشتاج هتلاقي عندك فيديوهات عندك طبعا ده فيديو من اتنين يوم جاب تقريبا سبعمائة وخمسين الف من اربع شهور جاب تممائة الف من ست شهور تلتمائة وخمسة الف من اربع تيام تقريبا مليون من ثلاثة اسابيع ستمائة الف يعني هنا في تنوى في زيارات جاية كتيرة جدا جدا وقنوات يعني صغيرة لو دخلنا على القناة دي مسلا على سبيل المثال دي قناة كده يعني مهتمة بس لي زي ما تشافين كده دي بس خلاص خمس تلاف آآ تمنمائة الف مش عارف تسعة تلاف في كتير كتير جدا جدا زي ما تشافين كلها شورتس كده ومشاهدات يعني محترمة جدا جدا في البداية من غير انشاء محتوى من غير متوع كده قدام الكاميرا زي ما انا عامل دلوقتي وتبدأ تعيد وتزيد في نفس الكلام دماغك توجعك بشكل كبير جدا جدا وفي الاخر ما تلاقيش تفاعل لا انت في بتلاقي تفاعل سواء كان زي ما قلنا على الفيسبوك او على اليوتيوب او على التيك توك او على غيره تمام طيب ازاي نقدر نكسب ازاي نقدر نكسب من الموضوع ده اول حاجة وهي الاهم في جوائز في يوتيوب بتديها ليه منشين محتوى الخاصين بالشورتس ولو انت متابع منشين محتوى الخاصين بيوتيوب زي مسلا على سبيل المثال رؤية للمعلومات هتلاقي ان في اكتر من فيديو بيتكلم عن جوائز اليوتيوب شورتس اللي بتقدمها للمنشئين خلاص وان ده المستقبل في يوتيوب حرفيا ففي هنا جوائز بتديها اليوتيوب نفسها وجوائز دي فلوس مش جوائز يعني حاجات تنمسكها بيدك لا دي فلوس فلوس اللي هي تقريبا مية متين تلتمائية ربعمية دولار اخر حاجة شفتها كانت ربعمية خمسين دولار تمام ففي هنا جوائز ملموسة تاخدها من اليوتيوب نفسه تاني حاجة ان انت بتكبر الاكاونت بتاعك فتكبيرك للاكاونت بتاعك ده انت بتعمل اه يعني براند نفسك البراند ده ممكن تشتغل بعد كده على لينكات افجت ممكن تروج ليه كورس خاص بيك ممكن تروج ليه منتج معين من المنتجات خلاص ممكن اه تعمل شغل محترم يكون عندك موقع مثلا بنيتش بتاعنا النهاردة اللي هو الاكتباسات خلاص تعمل موقع مختص بالاكتباسات وتوجه الناس ليه او تطبيق ليه الاكتباسات وتوجه الناس ليه برضو فانت عندك اكتر من طريقة ربحية ودي اعتبر اسهل حاجة انت ممكن تختمد عليها اصلا يعني اسهل حاجة تفكر فيها اللي تتخليها الاخر اصلا هي الربح ازاي من الطريقة دي تمام المهم هتخش كده على كانفا انا قلت لك في الموبايل فعلا انك ممكن تحمل تطبيق كانفا اللي هتلاقي اللينك بتاعه موجود في وصف الفيديو حمل التطبيق ده على الموبايل بتاعك واشتغل بنفس الطريقة اللي انا جاي اتكلمك عليها النهاردة على الجهاز الكمبيوتر عشان بس بحاجة اقول لي ازاي انت بتتكلم على الكمبيوتر وتقول لي انفعل الموبايل لأ هو ينفعل الاتنين فعلا خلاص المهم هتيجي هنا كده في وهتكتب عندك طبعا ممكن لو كتبنا خلاص هتجاب لنا ايه اليوتيوب راحز معي المجاز الف وتمانين في الف سعوائة وعشرين ده مجاز ثابت لو دخلت كتبت خلاص اللي هي بتاعت خلاص هتلاقي عندك ايه الف وتمانين في الف تسعمين وعشرين فانت عندك هنا يعني كل المجازات تقريبا بتاعت الفيديوهات دي واحدة هي الف تمانين في الف تسعمين وعشرين فانت هتروح لي اشهر حاجة اللي هي دي خلاص اول ليه لان فيها كتير يعني ايه يعني لو دخلت على التطبيق بالشكل ده وبحثت عن خلاص وكتبت بعد منها خلاص اكتب صح ودست على خلاص هتلاقي كتير اللي هي ربعمية واحد وعشرين يعني ايه يعني قالب ممكن تاخد القالب ده وتحط عليه الكووت بتاعتك وتاخده زي ما هو وتنشره من غير ما تتعب عزي كده بقولك ايه تقريبا اه فيديو من دوته نسعة ثواني بتعمله انت في عشر دقيق ده لو انت اشتغلته وتعبت انت مش هتتعب اصلا فبتعمله في قد ايه في دقيقة دقيقتين بكتير خلاص في حاجات مدفوعة في الاكاونت البرو الخاص بيه اه كانفا وفي حاجات مجانية هتلاقي شرح كامل لتطبيق وموقع هتلاقي اللينك فيديو موجود في وصف الفيديو خلاص اه انت دلوقتي هتختار المجاني انت مش عايز المدفوعة اختار المجاني زي كده اختار الشكل معاك زي كده وليكن مسلا عسابين مسلا انا عايز دي خلاص ممكن يقول لك هنا يعني الصورة نفسها مش مجانية فانيبعد عنها احنا عايزين القناة بتاعتنا ما تتقفلش ان هنا مش هتقرب فيها خالص يعني انت مش تشغل مع خالص نهائيا هنا خلاص بس احنا مش عايزين قناة تقفل فمش عايزين الحاجة اللي فيها زي كده خلاص ناخد حاجة المجانية زي كده مسلا عسابين المسال خلاص في عندك ده طبعا المدفوعة ده عندك مجاني بس برضو عندك هنا كمان مجاني عندك هنا كمان مجاني في اشكال كتيرة زي ما انت شايف كده كل دي اشكال خلاص بتختار الشكل المناسب المناسب ليك وكمان للباقة اللي تشغال عليها خلاص خلينا بس اختار معاك وكده شكل يكون شكل مجاني زي كده على سبيل المسال. هدوس هنا كده على الشكل ده. خلاص هو مجاني زي ما انتم شايفين مبيش فينا علامة التاج الدهبية دي. فده كان مجان اشتغل به. هفتحنا صفحة جديدة. اللي هي الصفحة دي. فيها بتاعنا. التمبلت بالمدة كمان. اللي هو انت ممكن تزود المدة بتاعة الفيديو من سبع ثواني. تخليها مسلا عشرة خمستاشر ثانية على حسب الكووت ومدتها. خلاص. وممكن تضيف تنبلت تاني بعد منه. وممكن تضيف كلام تاني. ممكن تختار اي حاجة من هنا. في عندك العربي. في عندك الاجنبي. كل دي كده اشكال. خلاص. انت ممكن تختار منها. رايي كده. تمام? احنا بنتكلم النهاردة. اللي اكتب اسات. خلاص? ولكن في كتيرة. ممكن تتتبعها باستخدام الموقع ده. في افكار كتيرة زي كده مسلا. ده صورة تقدي بنيها. ده مش فيديو. ده الفيديو. خلاص? احنا عايزين فيديوهات. مش عايزين صور. عايزين فيديوهات. تمام? وتروح على عشان تقول لي بس اه اجيب منين الكووتس. هجيب منين الكووتس دي? خش على جوجل يا باشا وكتب. انت لو عندك موقع. روح كده اسمع الفيديو اللي بتكلم على الكووتس. هتلاقي اللينك موجود في رفض الفيديو. هتنشئ موقع خاص بالكووت. او تطبيق خاص بالكووت. وتبدأ تاخد الكووتس دي يا باشا. بتعطيها هنا. يعني اشوان اللي بسيط جدا جدا. خش كده هنا. هتلاقي دي كلها كده كووتس. دي كلها كده يا باشا. محطوطة يام على مزديكة يام على فيديو على صورة زي ما تشوفين كده خلاص دي كلها كده زي ما تشوفين خلاص ففكرة تجيبها منين وتحطها ازاي الكلام ده سحب خش على جوجل اهو ادي عندك دي كلها كده زي ما تشوفين دي كلها كده انا ممكن اخد القوت دي كده احطها هنا بس عشان مشروفش معايا اي حاجة وارجع هنا يا باشا انا عايز اغير الكلام ده طبعا كل ما بتقلب كده بتلاقي ايه بيجيب لك الكلام. ده بالكليك على ده. احط الكلام بتاعي. ارفع البتاع دي الفوق كده شوية. واخرها عندك صح? واخرها وبعد كده اعمل ايه اجاب بالاقول? من الاول خالص. خلاص كده على تشغيل. زي ما تشايفين. خلاص. بتحت كده شوية اروح اشال دي واحط بتاعي. اللي هو مسلا ميدو. ميدو يا باشي. ميدو يا باشي. ايه اللي بتاعي في الانستجرام. خلاص? ممكن ابقى اغير الفيديو الورا ده يعني انا ممكن اغير الفيديو اللي هوورا ده خالص وممكن اشتغل على حاجة يعني اطلع فوق كده. خلاص? ادوس كده على فيديو خلاص. وابدأ احط على الفيديو من عندي. انا مش عايز الفيديو ده. خلاص? انا عايز مثلا حسبي المسال. هرجع لديه دلوقتي. هرجع لها مهم جدا جدا. خلاص? اخش على موقع اسمه دوت كوم سلاش فيديو. خلاص? واختام من هنا اخطام من هنا فيديو اي فيديو انا عايزه اي فكرة انا عايزها مسلا زي كده المطر ده كده فيديو مجاني يعني ممكن استخدمه بدون اي حقوق واي مشكلة نهائية خلاص ده كده فيديو تقريبا بالصوت بتاعه لا منذ الصوت مفي الصوت تمام ده كده فيديو ممكن اخد الفيديو ده احمله عندي على الجهاز واروح ارفعه احطه هنا خلاص وابدأ اكتب عليه في عندك هنا خلاص يعني في عندك هنا كتير ممكن تختارها وتحط عادي جدا وممكن تختار من هنا اي ان كان خلاص من هنا بتكتب اللي انت عايزه من هنا كده خلاص عندك بمختلف انواعها كل دي خلاص منها العربي زي ما تشافين ومنها الاجنبي على حسب اللغة الخاصة بالتطبيق والموقع اللي انت بتعملها خلاص اللي انت بتعملها خلاص ان شاء الله نعمل كورس كامل على ازاي تقدر ان انت تعمل شوية شغل محترم خلاص باستخدام المهم خلصنا بتعمل ايه بعد ما تخلص بتصدر الفيديو بتعمله كده من هنا خلاص وبتختار انا عايز احمله دي سبين ثانية اه دا الفيديو ممكن تحمله من هنا او تدوس على دولود من هنا ينزل معاك الفيديو خلاص ودوس كده على دولود ينزل معاك الفيديو وترفعه عندك فين في حسابك على التيك توك وحسابك على اليوتيوب وحسابك على انستجرام وتكبر الموضوع ده وتشتغل عليه طبعا لو انت اه عايز تعمل نفسك اكبر بقى عايز تشتغل صح خلاص الشغل اللي فات ده هو ممكن تلاقي اكتر من حد داخل ينافس فيك يعني انت بعد الفيديو ده هتلاقي كتير داخل في المجال ده تمام اللي يفرق بقى انت على الناس تانين اللي هنا ده موجود خلاص ده كده يعني اه واحد صوته كويس عنده كارزمة بيطلع قدام الكاميرا تمام ده لو انت عندك الموضوع ده يعني ده مش شرط عشان كده اخذيت بقى باخر الفيديو لو انت عندك الكارزمة دي وانكن تطلع زي كده مسلا على سبيل المسال اسمعكم ده 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 الكووت يعني دي كووت اصلا يعني الحساب بتاعه كله بتكلم عن ايه عن الكووت هو هو بطريقة ما بيقول لك ان ان انا شغلتي ان انا 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 حد محترف في والدليل ان انت بتشوفه الفيديوات بتاعتك تستمتع خلاص ففيش شركات كتيرة بنسبة كبيرة جدا جدا كلمته يعمل ليهم خلاص وقادي بتاعه اللينك اللي هيدخلك لي خلاص مهما ان كان ما عندهش متابعين كتير ولكن عنده ايه عنده لينك بيعمل نفسه ايه دعاية وفيه ناس كتير بتتابعه وفيه عندك ملايين في الفيديوات الخاصة بيه خلاص فدي حاجة كويسة تتمنى نفسك الدعاية بطريقة انت مكنتش تتخيلها وتجيب ارباح من اللاشئ حرفية فاشتغل واسعى واتعب وان شاء الله هتوصل في النهاية للي انت بتدور عليه طبعا فيديو النهاردة كان فيديو سهل بسيط شوية من وجهة نظر انا الشخصية ممكن يبقى صعبة بالنسبة لك بعد اذنك لو كملت الفيديو لحد دلوقتي قل لي رأيك بشفافية قل لي بالله الفيديو كويس في واحد اتنين تلاتة او مش كويس في واحد اتنين تلاتة يعني انطقت خلاص او امدح بس في ايه في اطار الفيديو تمام لحد كده اجب سيطل للنهاية كان معكم حمد الرئيان ان شاء الله في حلقات جاية كتيرة محترمة جدا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة